أحياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية قبل ما أقول لكم وش رح نتكلم عنه اليوم ودي أتكلم عن شيئين الأول أنه رح ناخذ إجازة في فترة العيد ففي الغالب البرنامج رح يتوقف يعني لمدة أسبوعين أو يمكن حتى ثلاثة هذا الشيء الأول الشيء الثاني يمكن الكثير منكم ما يعرف أنه بودكاست السوق فيه لها نشرة بريدية أيضا تدار من قبل ثمانية النشرة هذه توصل لبريدكم الإلكتروني كل يوم اثنين الصباح فيها أهم الأخبار اللي صارت في المنظومة خلال الأسبوع وأيضا فيها تلخيص لما ذكر في الحلقة عن بعض الأخبار فتقدر إذا أنت مشغول ما تبغى تسمع الحلقة أو تبغى تعرف أهم الأخبار قبل حتى ما تفضى وتسمع الحلقة تقدر أنك تشترك في النشرة البريدية للسوق من خلال موقع ثمانية أو من خلال صندوق الوصف لحلقة البودكاست أو في اليوتيوب فأتمنى أنكم تشتركون في النشرة يعني أتوقع وصلنا اليوم ممكن أكثر من سبع ألاف مشترك معانا في النشرة ونتمنى أنهم يزيدون وإذا تشوفونها يعني لطيفة وعجبتكم أصلا أن نتمنى أيضا أنكم تشاركونها مع ناس تعتقدون أنهم مهتمين بهذا النوع من المحتوى وهنا أقول لكم يعني أيضا حتى الحلقة هذه إذا جزت لكم دائما يعني نستانس إذا شاركتوها مع ناس تعتقدون أنهم مهتمين بهذا النوع من المحتوى وطبعا أي دعم إيجابي سواء من تقييم للبودكاست على منصات البودكاست المختلفة أو حتى ترك ملاحظات في برامج البودكاست أو في اليوتيوب صراحة تعنينا الكثير وتأكدوا أننا نقراها لأنها تهمنا ودائما نستلهم تغييرات في البرنامج من تعليقاتكم فكونوا كراما معنا بالتعليقات على أساس نقدر نطور ونحسن من البودكاست بشكل مستمر طيب الحين بتكلم عن الحلقة حلقتنا اليوم بدأناها بالحديث عن المضاربة بين إيلون موسك ومارك زكربيرغ يعني شيء جدا مضحك وغريب ويكاد لا يصدق تكلمنا مع عبدالله عن الموضوع بطريقة طريفة نوعا ما وبعد انتقلنا للحديث عن التباطع العجيب اللي قاعد يصير في المنظومة المحلية ككل تباطع مقارنة بالعام الماضي 50% في النصف الأول و80% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي فوش اللي قاعد يصير وش الخفايا وش الأسباب هل ممكن يكون فيه ارتداد في النصف الثاني من العام الحالي ولا لا نقاش مطول صراحة حول هالموضوع بعدها انتقلنا للحديث عن آخر التحديثات المرتبطة بشركة أوبن اي آي وكيف انهم قاعدين يفكرون بتطوير متجر لتطبيقات مثل ما تنبأنا حنا أيضا سابقا في احدى الحلقات فأيضا نقاش حول هذا الموضوع حول النماذج اللغوية بشكل عام وحول شركة مسترل اللي جمعت 113 مليون دولار أما الآن فاستمتعوا وكل عام وانتم بخير عبدالله انا مدري اذا انت شفت ولا لا لكن في مضاربة في مضاربة بتصير مضاربة غير متوقعة يعني نقاعدين نشوف حروب مختلفة بس المضاربة جت شكل غريب هذه لا كانت لا على البال ولا على الخاطر صراحة يعني آخر شيء ممكن اتوقع اتوقعت هذه نهاية العالم ممكن نشوف شيء كذا لكن اني اشوف ايلون موسك يتحدى مارك زوكربيرغ في مضاربة يعني حرفيا مضاربة في الطلعة ومارك زوكربيرغ يقبل التحدي يعني صراحة شيء لو اقولك هذه رواية خيال علمي ما بتصدق اسمع واش اسمه دانا وايت حق اليو اف سي منظمة القتال يقول قاعدين نتكلم في الموضوع وشكلها جدية يعني شكل مارك سر لسنة يعني واشوف يعني ما ادري كلهم شركات مدرجة والناس توقع بتقول ما ودي رئيس تنفيذي يندبج يعني اتوقع هذا طبيعي من المستثمرين طبعا يعني المثير يمكن اكثر من كل هالشي انه كيف صارت السالفة يعني انا شفت انه قاعدت حاول اتتبع كيف صارت السالفة يعني باختصار احد المؤثرين في تويتر كتب تعليق عن اخر منتج اتكلمت عنه واصداراتها فيسبوك اسمه ثريدز زي الثريدات اللي هم منافس تويتر يعني بالضبب بالضبب وكتب بعض التعليقات السلبية عن المنتج وانه كيف فيسبوك قاعدت تحاول انها تنافس تويتر وكيف ان مدير المنتجات في فيسبوك قال ان احنا انتبهنا ان العملاء او المستخدمين يبحثون عن منصة زي تويتر لكنها تدار بعقلانية اكثر فطبعا التعليقات هذه استفزت ايرون ماسك راح ورد وقام يتهكم على فيسبوك ويقول الحمد لله ان مارك زكربرغ رح ينقذ العالم ويصير كل العالم تحت ضغطة زر بيده هذا بالضبط اللي الكرة الارضية يعني تحتاجها الحمد لله بعدين جاء مغرد انا شفت عند حسابه 78 متابة رد على ايلون موسك وقال له انتبه ترى مارك معروف انه لها فترة قاعد يتدرب على الفنون القتالة البرازيلية فرجاء يعني الزم الحذر عشان لا يتوطى في بطنك يعني جاء قال خلي يجي خلي قابلني بالضبط يعني الرد العجيب من ايلون يعني قال اسمع انا مستعد يعني اقاتله في حلبة مغلقة اللي يسمونها الكيج حق الامامية المارشل ارتز ففجأة في عالم موازي اسمه انستغرام هذا الكلام كان كله في تويتر عالم موازي اسمه انستغرام فجأة يطلع الشيخ مارك يحط في ستوري البوست حق سالفة ايلون ويكتب على طراز يعني سائقي كل طلبات التطبيقات التوصيل يكتب ارسلي الموقع يعني مالذي يحدث بتوصل لي بوكس هذا التوصيل اللي بيصير ام ايلون ماسك تقول انها تكنسلت الحمد لله هي ما ودها هي ما ودها لكن يعني يا اخي تسير يعني لو صارت هذه حتى لو مزحوا يعني مباراة اكزيبيشن او يعني للجمهور غريبة يعني ترى كل السالفة عالم موازي يعني اذا صارت الصراحة يعني هل نحن واحدا عاد لكس فريدمن رد يقول يقول حلو هذا بالضبط الاستثناء اللي كنت اتمنىه في العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه او السيميوليشن في عالم المحاكاة اللي احنا فيه فانا انا اؤيد يعني هذا النوع من التغييرات في العالم بس معاد انت رسلت لي تكنيك ايلون ماسك اللي مو بسري انتبه يبدولي انتبه ايه وش عنده ايلون ماسك لانه مارك متدرب زي ما قلته فاز بطولة مدري بطولتين مارك يعني فيديوهاته ما شاء الله منتشرة وقاعد يقاتل من فترة وحتى اتكلم مع لكس فريدمن عن الموضوع وقال قديش ان الجوجتسو اللي هي فنون القتال البرازيلية تعني له الكثير لكن موسك معروف انه ما عنده مع جدتي لكن في قبل سنة ونصف تقريبا طلع في بودكاست حق كذا مراهقين امريكان اسمه فل سنت فكان يسولف وكذا وقال انا ترى عندي صديقة وتتدرب ورياضية ومدري ايش وكذا لكن انا اقدر اغلبها في اي لحظة ابواها قالوا له كيف قال قلت له تعالي نضارب واول ما دينا نضارب على طول انسدحت فوقها وخلاص تقول ما تقدر تتحرك وهذه الحركة مسميها تكنيك الفقمة يعني اتوقع يمكن ترجو فكان حيظر كل الميمات فقمة وإيلان موسك ومنسدح بس هو قال في نفس المقابلة ديك انه خليني اقلها خليني اوريك ليش فيه اوزان مختلفة في الملاكمة ولا الفنون القتالية لانه ما ينفع تتحارب مع ناس مع واحد وزنه مختلف فهذه نقطة سلبية المارك يعني نكون واضحين تدريبك بس انت ارسلت تغريدة ايضا فيها وزن مارك وفيها وزن إيلان موسك الفرق ترى يعني مو كبير توقعت اكبر من كذا يعني إيلان موسك 180 باوند ومارك 150 باوند يعني ما حسيت ذاك الفرق الكبير حوال 15 كيلو يعني بس الطول بعد يعني انا ما قد جربت تكنيك الفقمة ما ادري اذا 15 كيلو يكفي ولا لا بس يعني ما عارف بالصراحة شوف عبدالله انا بس حب اقول لك انا تهرام متدرب مواي تاي في تايلاند فاقول لك احذر احذر انا انا متدرب في مطاعم كبيرة على تكنيك الفقمة لو تبغى نقدر نشوف في نيوز اتوقع لو بترجمها للعربي بتصير سدحة ما بعد البخاري القاتلة لا يا اخي والله يعني ما ادري يعني من جد لا تعليق الموضوع غريب والله العظيم اني انا شفت يمكن عشرات التغريدات وما صدقت الموضوع ولا تخيلت انه ممكن يكون صدقي الين ما شفت التغريدات الاصلية حقه مارك والستوري حقه عفوا حقه إيلون والستوري حقه مارك والله وإلى الحين ما مصدق وش اللي قاعد يصير والله مستغرب المشكة تتوقعها أكثر من إيلون مو من مارك وهو قاعد يحاول يسوي 18 شيء وينقذ الشرك عبد الله قبل ساعة كتب بول جرام تغريد يقول إذا كانت هذه السلفة صدقية فاللي أنا أستغربه هو الحكمة حقه مارك لكن الحكمة حقه إيلون معروفة وقاضين منها عارفينه اسمع أنت متخيل حماس جو روغن لو سارت بيمبسط مبساط أو قتال وبودكاست ويعرف إيلون يعني بتكون أفضل حلقتين جو روغن أعتقد وراء بعض في التاريخ والله أشوف صراحة يعني بعيدا عن المزح شوي لكن أتمنى لو يطلعون في مناغرة يعني فعلا اثنين مهمين اليوم في العالم التقني ومن أهم رواد الأعمال بشكل عام ومن أهم يعني المجددين في العصر الحديث يعني ولهم وجهات نظر في أشياء مشتركة مو بس بمواقع التواصل الاجتماعي لكن حتى ذكاء الاصطناعي يعني مارك بدأ يصير عنده وجهات نظر معلنة واضحة وإيلون عنده وجهات نظر لما تحدى أوبني آي يقول التسلا لو أننا بدلنا المهام فصراحة بيكون نقاش جميل جدا صحيح أننا دائما نشوف الراسات تفيدين كل واحد الحالة يطلع في مؤتمر أيضا لا ننسى أنه في بينهم خلافات كبيرة وانتقادات كبيرة ينتقدون بعض فبالتالي جميل أني كنت شوف يعني أنا وديت تحول من معركة قتالية إلى معركة يعني معركة حوار بين الاثنين سواء مع جو روغن ولا مع لكس فريدمان يعني بتكون أعتقد مميزة لكن أنا أتوقع سبين عبدالله حق السالفة حق القتال أنا بيقول لك قتال ودي وجمعيات خيرية وبنجمع فلوس لمحاربة أختار الذكاء الاصطناعي ويعني منذ البربسة معذ فوضى حتى لو صار كذا يعني في طرق ثانية أنك تجمع فلوس لأختار الذكاء الاصطناعي بس تذكر اللقاء ترى طلعوا ناس بيل جيتس وجيف بيزوس لعبوا تنس بل 2002 أو 2003 بدل مو ملاكمة بس تذكر لقاء ستيف جوبز وبيل جيتس كان في أحد المؤتمرات نسيته بس تذكر رسيت لي الضابط مؤتمر كود أذكر الكراسي حمراء والنقاش كان ممتاز الصراحة بين الاثنين فلو فعلا يتناقشهم مع بعض على نفس المواضيع التقنية أعتقد بتكون جميلة هذه لسه أرجع لها كل فترة وفترة كيف التوجهات اللي كانت أفكار وكيف انطبقت على يعني في الواقع مع المستخدمين فنشوف تتحول هل أم موسك تفوز ولا دانا وايت حق شركة فنو القتالية هي اللي تفوز وتسوي هذه المعركة طيب عبدالله إحنا صراحة لازم نتكلم عن الفيل اللي في الغرفة يعني إحنا لنا كم حلقة شكرا على الترجمة المباشرة لنا كم حلقة ما تكلمنا عن جولات في المنطقة جولات سواء كبيرة أو يعني تحركات مهمة بل حتى وطيرة الاستحواذات اللي كانت يعني مشتدة في بداية السنة بدأت تهبد وتنخفض يعني فيعني صراحة لازم نتكلم عن التباطئ اللي صاير في المنظومة في المنطقة ككل فصراحة أنا راحت قلت خلني أشوف يعني قارن شوي طبعا ما انتهى الربع الثاني بشكل كلي لكن أعتقد أن هذا آخر السبوع والسبوع القادم أغلب الناس إجازات فأستبعد وجود يعني أي أرقام كبيرة لكن بنراجعها بعدين لكن قلت خلني أقارن بين النصف الأول من العام الحالي والعام الماضي يعني العام الماضي عشرين اثنين وعشرين رغم أن الكثير من المخاوف في الأسواق بدأت في الربع الثاني من العام الماضي بداية الربع الثاني صحيح بالضب يعني شفت أن العام الماضي جمعنا في النصف الأول من السنة 1.8 مليار دولار طبعا السنة كاملة جمعنا في المنطقة 3.2 مليار 1.8 كان في النصف الأول من السنة وطبعا التباطؤ صار في الربعين الثالث والرابع بسبة التباطؤات اللي صارت في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الفائدة إلى آخره طيب في الربع الثاني العام الماضي اللي هو المواجه للربع هذا اللي احنا فيه جمعنا 851 مليون دولار يعني مليار كان في الربع الأول و800 كانت في الربع الثاني طيب وش سوينا السنة هذه إلى اليوم هذا جمعنا 990 مليون دولار في النصف الأول من العام تقريبا انخفاض 50% لكن في الربع الثاني اللي حنا فيه واللي صراحة قاعدين نعاني حنا على مستوى بودكاست السوق إن نشوف أخبار ملفتة الله يعطيك العافية أسامة 166 مليون دولار مقارنة بـ 851 مليون دولار للربع الثاني العام الماضي انخفاض يعني أكثر يمكن من 80% سنة على سنة وطبعا احنا يمكن علقنا نهاية العام الماضي بداية السنة هذه على الأرقام وقلنا إن لسه المنطقة ما زالت يعني في حاجة لتمويل ولسه في فجوة تمويل كبيرة ومتوقع إن السنة هذه رح تكبر الأرقام عن السنة الماضية بسبب إن لسه ما زالت المنظومة عندنا صغيرة عكس المنظومات مثل الأمريكية والأوروبية اللي وصلت إلى أرقام كبيرة جدا ونسب يعني مرتبطة بحجم الاقتصادات وغيرها تعتبر متقدمة جدا فما أدري إذا عندك تعليق صراحة يعني بناء على المسار اللي حنا ماشيين عليه يكاد يكون مستحيل إلا لو صارت معجزة في النصف الثاني من العام إننا نتخطى النتائج العام الماضي بل في احتمال كبير إننا نتراجع من عشرين إلى أربعين في المية عن نتائج العام الماضي وهذه تعتبر نسبة انخفاض مهيب قليلة صراحة معاذ بالعكس أنا حتى أفكر تسعمية وتسعين مليون النصف الأول تشمل عدد من الشركات اللي أعلنوا جولاتهم في مؤتمر ليب وهو دائما بالسنتين الماضية يعني تشوف فيه الصفقات الكبيرة بس يعني الغريب إن كأننا متأخرين سنة عن الاستثمار الجري أو أثر الاستثمار الجري من بعض الاقتصاديات اللي فيها الاستثمار هذا كبير جدا يعني النسب هذه من الانخفاضات شفناها السنة الماضية في مناطق مثل أمريكا الشمالية أوروبا وغيرها لكن قاعد أفكر هل هي طبعا كحجم استثمارات كلي دائما نشوفها مدفوع بشكل كبير من الجولات الكبيرة للشركات اللي في الجولة باء والجولة جيم لكن كعدد استثمارات عدد صفقات يدفع بالغالب من الشركات جولة ما قبل البذرة والبذرة وغيرها فبس وانت تكلم جاء على بالي هل في شركتين ثلاثة نتوقع منهم جولات كبيرة كانوا قاعدين يستنون نهاية السنة الماضية وبداية السنة هذه التقييمات تتحسن شوي قبل لا يرجعون لكن إذا استنوا فترة طويلة ستة شهور وعندهم مدرج هل يمكن يستنون لين 24 لكن أتفق معك يعني عندنا كزخم شركات عندنا كثير ما قبل البذرة وبدرة من السنتين الماضية لو أخذنا ثمان أو عشر أرباع نتوقعها الآن تجي للجولة ألف وبعض جولات ألف دور جولة باء خصوصا مع التباطئ العام حتى في الصرف يعني ما توقع المدرجات تكون خرافية وتدورون استثمارات أنا وياك قد تكلمنا عن بعض الصفقات اللي قاعدين نسمع عنها بس ما تعرف متى تغلق ولا متى تنشر فمع الأسف ما أشوفنا نعوض ثمانمية مليون دولار الفرق من النصف الأول في النصف الثاني كامل يعني أشوف انخفاض السنة هذه بنانا على نتائج النصف الأول أتمنى أني مخطئ لكن يعني أعتقد لازم يكون في ردة فعل أو ارتداد في الربع الأول العام القادم أخذ بالحسبان ما نبغى شركات كثيرة يعني ينتهي المدرج عندها وتغلق بس لعدم توفر التمويل يعني بعض الشركات اللي تخطر في بالي اللي في مراحل متقدمة إلى حد ما عندك شركة نون أكاديمي واللي تقريبا وصلت لي مرحلة باء يمكن لابد أن يكون لهم جولة مرتقبة عندك شركة ساري واللي تعمل في مجال يستهلك الكثير من المال فبالتالي نعتقد أن وصرفوا على الاستحواذات ففي أشياء راح تصرف استحواذ وليس عمليات وعندك أيضا تمارة يعني لهم فترة أيضا ويمكن أيضا عندك سلة لأنه سلة يعني ما شفنا سووا أي جولة من جولتهم ألف عام 2020 بينما منافسهم زد يعني سووا يمكن جولتين وآخرتها قبل شهرين أو شهر ونص تكلمنا عنها حوال الخمسة واربعين أو الخمسين مليون خمسين في عندك يعني لاعبين محتملين ممكن يصير عندهم جولات يعني إلى حد ما كبيرة وفي مراحل الباء والجيم وحتى الدال بالنسبة لساري على سبيل المثال لكن عبد الله اللي أنا قاعد يشوف أيضا حتى مدراء الصناديق يعني ما زالوا في حالة تشاؤم وحالة إحجام واليوم هذا شيء قاعد ينعكس في ديناميكية الصفقات يعني اليوم رائد الأعمال هو اللي طار دور الصناديق على عكس ما شفنا في عام 2020 و2021 لما كانوا مدراء الصناديق يطاردون وراء رواد الأعمال يعني انقلبت الآية بشكل كلي اليوم لدرجة يعني حتى الحين قبل العيد مثلا شفت طلعت على كم جولة خلاص رائد الأعمال فاقد الأمل يقول لك بعد العيد أن الصناديق خلاص يعني مأجزين أو ما يبغون يعني يلتزمون أو يسوون اجتماعات الحين إلى آخره فيعني واضح أن الآية شوية انقلبت وفيه إحجام وفيه تشاؤم وبنفس الوقت يعني فيه نوع من الترقب اللي يقول لك خلني أنتظر ثلاثة شهور ولا ستة شهور كمدراء صناديق عشان نشوف وش حنة عليه لا ننسى أن جزء كبير من الناس اللي استثمروا في 2020 و2021 استثماراتهم اليوم في الغالب ليست ناجح لأن أسعارها كانت مرتفعة وأيضا كان فيه نوع من يعني تفاؤل العام تفاؤل المفرد يعني فبعضهم انلذى وبعضهم قاعد يليوم يعاني مع شركات إما قاعدة تفلس أو شركات ما هي قادرة تجمع أموال أو حتى شركات يعني خلاص يعني في مراحل احتضارها فهو قاعد يشوف من حوله صورة سلبية يعني ترى ما يحدث خلف الكواليس اليوم صورة إلى حد ما دموية فليش أنا اليوم أجي وأزيد يعني أغرق نفسي زيادة في السوق بس معاذ ما تشوف في جزء من مدراء الصناديق يعني سمعنا عن كم صندوق أو كم شركة شركة استثمار رأس مالجري قاعد تجمع صناديق يعني بعد صناديقها الأولى وهي قد تكون علامة أن كمية الكاش أو الاستثمارات المبالغة الموجودة للاستثمار يا أنها انتهت أو شارفت على الانتهاء لأنه صار لهم سنتين أو سنتين أو ثلاث سنوات حتى قاعدين يستثمرون فكذلك قد يكون فيه توقيت في السوق أتصور هذا عامل من وجود المبالغ للاستثمار أتفق معاك لا أتفق معاك لكن المشكلة أعتقد لو تتكلم مع مدراء الصناديق اللي قاعدين يجمعون اليوم قاعدين يواجهون صعوبة كبيرة أنت قاعد تنافس معدلات الفائدة والأسواق العامة اللي قاعدة ترتفع وأيضاً قاعد تنافس الكثير من الأخبار السيئة أو قاعد يعني تحاول أنك يعني تتماشى مع الكثير من الأخبار السيئة اللي صدرت عن الستارتابس والشركات الناشئة في المنطقة وفي العالم فبالتالي المستثمرين المحدودين أو الالبيز اليوم في حالة إحجام فاليوم ما هو أفضل وقت كأنت كمدير صندوق تجي وتجمع وهذا شفناه حتى على مستوى تايجر جلوبل تايجر جلوبل قبل سبوع كانوا يبغون يقفلون 7 مليار ولا 6.8 مليار قفلوا 2.4 مليار هذولي تايجر ويعني بكل عد شراستهم وعلاقاتهم وأصول تحت الإدارة تتجاوز يمكن لـ 40 مليار دولار فتعال على مستوى مدير صندوق عنده صندوق 50-60 مليون يبغى يجمع صندوق جديد 120-150 ولسه ما أثبت في صندوق الـ 50 أو الـ 60 أنه رح يجيب مثلاً عوائد مجزية حقيقية بل حتى يمكن المحفظة عنده قاعدة عاني خصوصاً اللي مات خارج نفس النقاش اللي صار على مدرس صندوق في أمريكا اللي مات خارج بـ 21 وزع شوية للمستثمرين من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة وهنا أنا كنت صراحة في نقاش مع أحد المدراء التنفيذيين الماليين المخضرمين صراحة في المنطقة وفي المنظومة وكان يتكلم عن نقطة جداً مهمة أنا يعني أول مرة التفت لها يقول المدراء الشطار هم اللي عرفوا إن السوق كان مرتفع ولما حصلتهم فرص التخارج تخارجوا في السوق الثانوي ولا غيره؟ أي في الصفقات اللي صارت وغيرها بينما اللي طمع وقال أوه هذه جابت لي 10 أكس وجابت لي 15 أكس أبكمل وبركب قصة الـ IPO والطرح العام ومدري إيش والله يا عبد الله الشركات أسوان أنا مستثمر فيها ولا أصدقاء من حولي كان معروض علينا عوائد 8 مضاعفات ولا 10 مضاعفات قبل سنة والكل يعني قال لا ومستحيل وكذا اليوم الشركة يعني تكاد تكون تنفذ أنفاسها الأخيرة من 10 أكس وكاش إلى أنفاس والشركات تحتضر الشركات عدة مو بوحدة ولا ثنتين فأيضا يعني هنا كان فيه نوع من الحكمة شفنا بعض المدراء الصناديق الصغيرة جدا مثل صندوق تنمو في البحرين أعلنوا قبل أسبوعين وقال لك حنا حققنا عوائد 6 أكس لو تناظر في الستة أكس حقتهم تخارجات جزئية وتخارجات كلية من شركات ناشئة بحرينية بس أبي وضح معاد نقطة 6 ضعاف على مستوى الصندوق ترى نتيجة خرافية يعني في عالم رأس مالجرية مع أنهم هم مستثمرين ملائكيين فممكن بعض الناس يقول لك المفروض يكون أعلى بس على مستوى المحفظة يعني لما تقارنها مع كيمبرج أسوسيتس قاعدة البيانات الصناديق وكذا يعني عائد مميز فعلا هذا سؤال يعني جدا صعب اللي جاب عليه متى أتخارج لأن دايما تسمع وهذه يمكن القصص اللي دايما بتحير الشخص يوم صندوق ومدري إيش تخارج من فيسبوك في عام كذا لو أنه حافظ على الأسهم ولا لو أنه مدري إيش وكذا فيعني صعب جدا ما هو سهل خصوصا لما يكون السوق في حالة انتعاش وتفاؤل صعب أنك أنت تيجي تقول أنا بطلع وبكتفي بالخمسة أكس خمس مضاعفات وبترك الخمسين أكس الغيري تطلب شجاعة وتطلب شوية بعد نظر لكن أنا شخصيا أتعلم شيء هو أنه يعني التقييمات لها قواعد ولها أصول متى ما خرجت عنها لازم يعني على الأقل ترجع راس المال وترجع جزء جيد عائد جيد عليه تبقى عد تغامر بالباقي الله يوفقك لكن إذا صار التقييم جنوني وهذا اللي شفناه دوليا ومحليا تسيل شوي هذا قصدك يعني تكون تسيل شوي على الأقل ترجع راس المال ولا أي شيء بس بناء على أصول وفنون التقييم يعني أنا ما أتكلم من إحساسك ولا شعورك ولا العائد عالي يعني خلاص إذا شركة يعني شركة ساس قاعدة يعني قاعدة تنباع على مثلا 20-30-40 مضاعف للمبيعات يعني رجع بعض المبالغ وخل الباقي لو تبيت جر هذا احتشفنا الآن فيه جاهز صح يعني جاهز يوم صارت 15 مليار تقييم كان فيه ناس لسه قاعدة تشتري وكانت يعني تتداول على 90 مكرر للربحية ولما انخفضت وصارت 5 مليار ما زالت تتداول على تقريبا 110 مكرر للربحية واضح ما بعد الفاصلة هزت الرأس لا جد يعني فهذا مثال ليس يعني أكثر بس معاذو أتذكر مثال ثاني في شركة أنا وياك كنا نفكر فيها ونعرض علينا شيء بالسوق الثانوي ويعني دفعنا تقريبا أو أخذنا ما تغير المضاعف مع نمو الشركة فدفعنا حق تغير السوق بدل ما يكون المضاعف أعلى بعد سنة تقريبا من النمو والنمو الجيد قاعدت قاعدت تقريبا على نفس المبالغ لأنه يعني فعلا المستثمرين ثاني يقولني يعطيك العافية بس المكررات تغيرت فلسه تقعد على نفس مكرر استثمارك الشخصي فشوف أنا أتصور في جانب آخر كمان يخيف مع الشركات اللي في المراحل المتقدمة اللي هو قد تكلمنا في الموضوع قبل مين هو المستثمر في المراحل المتأخرة خصوصا بعد هذا المشكلة الثانية هذا المشكلة الثانية مين بيجي المستثمرين الدوليين لسه قاعدين يشوفون سيكوي اللي كان ينظر المنطقة بشكل جدي انقسم أتوقع عندهم مواضيع أخرى يفكرون فيها اليوم مع أن توقع لسه الشركة لازم يفكرون بالاستثمار القادم لكن أتصور بيكون عندهم إعادة نظر في الاستراتيجية هل الشرق الأوسط بيكون أولوية ولا لا المستثمرين الثانين جربوا وقت النمو لكن كثير من بعض يعني عدد منهم استثمر في مصر ومصر مع الأسف كان فيها تحركات في بعضها إيجابية لكن في عدد منها كذلك سلبي من ناحية العملة وغيرها فكيف ينظروا المنطقة بشكل أوسع يبقى لنا الأمل أن الصناديق تجمع أو شركات هذه شركات استثمارية تجمع صناديقها القادمة عشان يكون عندها شهية للاستثمار لأنه يكون لازم تستثمر خلال الثلاثة إلى خمس سنوات من بعد جمع الصندوق غير ذلك اعتماد الكلي على شركة شركتين كبار مثل سنابل وصناديق الخارجية ما ندري وش طبعا صندوق اليوم انبست كورب اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي خمسمائة مليون دولار هذا يغير لاعب جديد ويعني جاهز يعني يبدو في ترابط بين الزوايا المختلفة اللي تكلمنا عنها لكن نأمل ان نشوف المنظومة بشكل يعني ينتعش على أقل النصف الثاني وتمنى في صفقات تمت لكن لم تعلن أكثر مما نتصور شوف أنا لو بتنبأ صراحة يعني العام الماضي كان النصف الأول أفضل من النصف الثاني بكثير تقريبا الثلثين يعني الثلثين الاستثمارات كانت في النصف الأول والثلث في النصف الثاني تقريبا والسبب كان أن التخوف بدأ في نهايات أو منتصف الربع الثاني واستمر إلى الربعين الثالث والرابع السنة هذه اللي قاعدين نشوفها العكس طبعا دخلنا على الربع الأول كان الوضع سيء الربع الثاني ما زال الوضع إلى حد ما سيء لكن الآن الأسواق العالمية بدت تنتعش والأس ام بي وغيرها من المؤشرات قاعدة توصل إلى مراحل مرتفعة جدا وارتفاعات قريبة من قممها في عام 2021 يعني الأس ام بي اليوم أربع ألاف واربعمية تقريبا ثلاثمية وثمانين وكان هو أربع ألاف وثمانمية فما احنا ببعدين عن القمة الأس ام بي كمؤشر طبعا ما نريد أن ندخل في الأسواق العامة بشكل كبير لكن لما تفصلها ترى شركات التقنية هي اللي شايلة الموضوع لكن بحكم حجمها لكن لو شلتها ترى متحسن واحد في المية اثنين في المية من بداية السنة فقصته مختلفة لكن اللي يقوده شركات تقنية وهي اللي بتحمس غالبا المستثمين الرأس المال الجريء وهذا الإشارة اللي نبغاها يعني الشركات التقنية هي اللي تعافت بشكل أكبر من غيرها فبالتالي القطاع التقني بشكل عام قد يظهر مراحل التعافي إن شاء الله تعافي مع نوع من الكثير من الدروس المستفادة من اللي صار في الفترة الماضية فأنا أتوقع أن النصف الثاني من العام راح يكون فيه إن شاء الله استثمارات أكثر من النصف الأول من العام لكن هل نقدر نحقق المعادلة العكسية بحيث أن تكون ثلثي الاستثمارات السنة هذه في النصف الثاني بينما ثلث في النصف الأول بحيث أنه نوصل تقريباً إلى نفس الرقم حق العام الماضي يعني هذا هو السؤال أعتقد بيكون صعب أننا نحقق نفس الرقم العام الماضي لكن على الأقل ممكن يكون يعني بانخفاض طفيف من 20 إلى 25% معاذ أنا ما شفت بيانات الربع الثاني لسه حتى المبدئية لكن أتصور فيه كذلك فرق بين عدد من دول المنطقة يعني الإمارات في الربع الأول ما كانت في مكانها مقارنة بـ 22 سعودية نمت نسبياً أعتقد كانت أكثر دولة فيها استثمارات في الربع الأول فكذلك أعتقد نتائج السنة هذه بيكون فيها تباين بين الدول ما أعتقد بتكون صورة شامل الطلاعة سريعي شف يعني الكلمة خفف لكن طبعاً نسبة الانخفاض يعني تختلف لا تنسى عندك مصر يعني اختفت عن الساحة إلى حد ما صحيح الإمارات السنة هذه يعني أقل من العام الماضي بنسبة تقريباً 50% السعودية نسبة الانخفاض أقل من 50% يعني يحدود 30% أو 25% لكن زي ما أنت ذكرت هذا بعد ليب واللي كان فيه عدة صفقات كاملة فوش رح يصير في بقية العام يعني فيه أسئلة مفتوحة لسا أعتقد بدري نحكم يعني وش رح يصير معني أعتقد أتفق أنه بدري بس ارتداد حتى المستويات السنة الماضية إذا فرق 25% أسهل بكثير عن الفرق في 50% مبس لأن طبعاً النسبة أقل لكن كذلك التعويض يعني حتى فيه أشياء ترى تغير أسبوع أسبوعين تفرق كثير رمضان العيدين جو في الربع الثاني السنة هذه بعض الصفقات تيجي الصيف بيخلص بدري يعني بقارنب أو ناس ترجع بعد جهاز الحج فيعني هذه الأشياء طبعاً هنا ترى فيه نقطة مهمة يعني يمكن جدلية شوي أنا لاحظت أن أغلب اللي يعدون البيانات في المنطقة مستثنين جولة كريم الأربعمية مليون دولار حق تي أند وأيضاً جولة ستارس بلي المية وخمسة وستين تقريباً مليون دولار بحكم أنهم معتبرينها هذه استحواذات وليست جولات مع أنه طبعاً كريم على أقل تدعي أنه هذا عبارة عن جمع رأس مال أنا ستارتاب موجود وبصرف هذه الفلوس هذه الفلوس ما راحت لملاك سابقين وإنما هي فلوس أنا جمعتها عشان الصرف الرأسمالي عشان الاستثمار عشان التوظيف فطبعاً هنا يجي في خط يعني رفيع هالهي فعلاً لأنه مبلغ كبير ويهي لأنه مبلغ هذا راح يدعم المنطقة يعني من تسعمية وتسعين ننتقل إلى واحد فاصلة خمسة مليار أو واحد فاصلة يعني يعتبر الفرق عادي بيصير على كذا قريبين مرة من مستويات العالم الماضي فيعني فيه أيضاً هذا النقاش الفلسفي لكن حنا خلنا نمشي على قلع البيانات الموجودة وممكن بعدين حنا في السوق نطلع نسخة خاصة بعد ما حنا نعالج البيانات ما شاء الله إليك على طاري الصندوق الجديدة سمعنا عن خبر أو سمعنا خبر عن طلاق صندوق اسمه رأسمال في قطر ويعني على قل في طريقة نشر أو ما نشر أنه أول صندوق مستقل صندوق رأسمال الجريء مستقل في قطر صراحة لفت نظري أن اثنين من المؤسسين كانوا كذلك شركاء في صندوق آيرس كابتل الفرنسية وكذلك كان عندهم تركيز على صندوق الخليج اللي كان بتعاون مع استي سي في السابق واستثمروا في كريم من أواء المستثمرين في كريم فيعني مو بناس قاعدين يجربون لكن ناس كمان عارفين المنطقة طبعا في مؤسسين آخرين عندهم خلفيات مختلفة تدعم صندوق كذلك بحجم مية مليون ويبوني يركزون على المنطقة لكن في ذكر للتركيز على قطر بشكل أو بآخر فأنا شفت خبر جيد للمنظومة القطرية على وجه الخصوص بس كمان بحجم مية مليون دولار يعني ممكن يسوي أثر إيجابي خارج قطر كذلك بس شف عبد الله تبعا لحديثنا السابق حجم الصندوق مية مليون دولار لا يعتبر بالصندوق الضخم صحيح لكن طبعا قد يكون الأضخم في قطر وشف نحن المنظومة القطرية قاعدة تتحرك شفنا تطبيق سنونو أو سنونو أو الله أعلم ماش اسمه لسه ما عرفنا كيفية طبعا والله في كثير ناس ترى أرسلولي محاولات على تويتر وعلى يوتيوب حاولون يصححون للنطق لكن وحتى في أحد أرسل للمؤسس وقال له شوف ترى ذول يجابوا العيد في اسم تطبيقكم لكن ما عرفت صراحة وش التسمية الصحيحة بغض النظر هذا تطبيق هذا تطبيق اللي جمع تكلمني عنه قبل فترة 13 مليون دولار تعتبر من أكبر الجولات يمكن في تاريخ قطر فقاعد يتحرك المنظومة والمية تعتبر رقم كبير بالنسبة للمنظومة القطرية لكن فعليا مية كمية ما هي كبيرة وما هي بمبلغ اللي لفت انتباهي أيش في الخبر عادة يتم الإعلان عن الصندوق بعد ما يتم الأغلاق الأول يعني على الأقل وفي الحالات الأفضل بعد الأغلاق الكلي للصندوق إحنا اليوم نتكلم عن صندوق مية مليون دولار تم الإعلان عنه في الربع الثاني من 20-23 بينما يستهدف الإغلاق الأول في الربع الرابع من 20-23 كأنها جمع رأس مال أكثر من إعلان عن صندوق نقطة في محلها يعني هذا يرجعنا لنقطة إنه اليوم حتى مدراء الصناديق وحتى اللي عندهم خبرة زي ما ذكرت إن هذول الناس يعني متمرسين ولهم باع في الشغلة قاعدين يواجهون صعوبة ولا ما في أحد ودي يطلع للصحافة ويقول ترى أنا بقفل بعد ست شهور كنا قاعد يقول اللي يبغى يكلمني حياها الله في يعني فيه إحجام يعني هذا الخبر هو إيجابي لقطر وإيجابي للمنظومة القطرية وإيجابي للمنظومة ككل بلا شك بس أيضاً أشوف فيه نوع من السلبية يمكن عشان أنا متشائم ما أدري لا بس لا بس نقطتك إنه حتى الإغلاق الأولي غالباً مو بالمبلغ كامل مو بالمبلغ يكون 40 مليون 50 مليون يعني من المية فأنت تتكلم بعد ست شهور بيقفلونا 40 إلى 50 في المية من الصندوق أو إنها استراتيجية غريبة من بداية اتفاق الشركة وإعلان وهذه الجزء من خطاتهم لجمع الأموال معرف صراحة معاذ ودي أطلع من المنطقة أبتكلم عن أوبني آي من زمان ما تكلمنا عنهم أوبني آي فيها اخبار كثيرة عن ذكا صناعي واستخدامات لتشات جي بي تي وغيرها لكن أكثر شيء لفت نظري هو يبدو توجه لأوبني آي بإطلاق زي متجر تطبيقات لهم ويجون الناس يقدرون يفصلون أو يضعون حالات استخدام هم سووها حالات استخدام مخصصة ويضعونها على التطبيق على أساس يقدرون الآخرين يستفيدون منه فأول شيء شخبار البلاجينز اللي كانت هي التوجه قبل عدد من أسابيع وثاني شيء كيف تشوف لسه سؤال كيف نطلع فلوس من نماذج لغوية الضخمة هل هذا التوجه هو صحيح وش رايك؟ والله شوف احنا في حلقة أول ما تكلمنا عن البلاجينز قبل يمكن ثمانة سابيع أو شيء زي كذا ذكرنا أنه المستقبل الطبيعي للبلاجينز أنها تصير زي المتجر التطبيقات واليوم يبدو أنه البلاجينز كفكرة ما نجحت بشكل يعني شرس على الأقل ما لاقت يعني رواج كبير مثل ما جي بي تي نفسه لاقى رواج فبالتالي يمكن فكرة متجر التطبيقات تسمح لزي ما تفضلت يعني ناس عندهم نماذج لغوية ذات استخدامات معينة يعني متخصصة أكثر هذه النماذج تقدر أنك أنت تعرضها وتستفيد يعني مادياً من رائعها لأن هذا مختلف عن نموذج البلاجينز البلاجينز أنت مقدم خدمة موقع أو يعني مطور وتجي وتعرض خدمتك أو تعرض extension لخدمتك من خلال جي بي تي فتخلي جي بي تي يكون الوسيط بين خدمتك وبين العميل زي ويكيبيديا وغيرها من الأشياء اللي شفناها لكن الفكرة تمتجر التطبيقات أنه لا أنا أسمح لك أنك تستخدم جي بي تي من خلال منتجي فمنتجي يصير أيضاً هو الوسيط بين جي بي تي وبين العميل بحيث أنا أقدر مثلاً أبغى أعرف آخر أخبار الأسواق العالمية كلنا نعرف أن جي بي تي ما هو مربوط بالإنترنت نعم من خلال البلغين صار فيه نوع من الارتباط لكن ليس ارتباط كلي أو مفتوح لكن اليوم يبدو أنه هذه طريقتهم في الإجابة عن سؤال ربط جي بي تي بالإنترنت واللي هي بتكون حركة الوحش الأخير أو على قولتك حركة الفقمة يعني اللي ممكن يعني هو الزر اللي ممكن ينهي الكوكب اللي على الأقل كثير من الناس يقولون عنه فصراحة منطقي فكرة متجر التطبيقات وفتحها للمطورين وفتحها على مستوى النماذج أيضاً وليس فقط على مستوى التطبيقات أو مقدمي الخدمات فقط أنا معاذ أشوف التسعير بيكون فيها مو بشي سهل لأن عادي تكتب تأخذ 30% لا بس أقول لك عادي أبل ربعك يأخذون 30% بس حقيقة هم قاعدين يأخذون 30% يعني في أكثر من سبب عادي الله هي 30% السنة الأولى وقاعدين تتحول إلى 15% السنة الثانية فقط للتوضيح طيب شكراً تيم كوك على الملاحظة اللي أرسلتها المعاذ بس اللي بقوله إنه حقيقةً قاعدين يعطونك توزيع الآن مع أوبن إي آي هم قاعدين يعطونك توزيع لكن كذلك قاعدين يعطونك جزء كبير من المنتج اللي هو النموذج فحيكون في حساسية بين كم النسبة المقبولة أني أخذ منك معني النموذجي أنا هو اللي قاعد يدعم كل الفكرة حقتك أو تطبيق الفكرة حقتك لأنه لو زادت عن نسبة معينة كثير من المطورين بيحجمون عن استخدام هذا المتجر فأتصور بتكون يعني ما حتكون أبسط طريقة في في اتفاق على التسعير يمكن بس يخلونا كل سنوات 30% وخلاص لكن أشوف بيكون محل نقاش زي ما هو محل نقاش حيمنة أوبن اي آي على النماذج ولا لأ شفنا شركة كبيرة حيمنة هذه خلت واحد يقول اسمها ترى ذولي كبار ولازم وقفهم عند حدهم ولا يحترمون القوانين الخصوصية الأوروبية ونحن الأوروبيين لن نرضى ولا نسكت عن ذلك فبالتالي مو بس لن نسكت لن نرضى بالحيمنة الأمريكية زي ما صار في الويب نبي يكون لنا لاعب قول فكانت ولادة شركة مسترل أي آي طبعاً ولادة حديثة أو يعني لا بس بس ما عليش معاد ولادة عدت كل مراحل الابتدائي راحت المتوسط على طول يعني الشركة ما كان فيه أي مقدمات للموضوع جمعت 113 مليون دولار في جولة ما قبل البذرة ظاهر ظاهر أنها أكبر جولة ما قبل البذرة في تاريخ أوروبا طبعاً يعني والله ما هذه مو بما قبل البذرة هذه ما بعد الشجرة صراحة يعني كبيرة الشركة الجولة يعني ما أدري شلون بس لأن عمرها كان أربع سابيع يعني كان لا في منتج ولا في ذلك بس كانت الله يوفق الجميع بس شوف أنا ما أعدي مشكلة طبيعي إنه ما يكون في منتج أن المنتج يعني تكلفة بناءه مكلفة فما هي إشكالية كبيرة لكن العجيب إن صار فيه تسريب لعرض الشركة الاستثماري وأيضاً تسريب لخطة الأعمال حقتهم العرض كان عبارة عن 12 صفحة تقريباً يعني حرفياً متسوايا على جوجل سلايدز من غير يعني أي جهد يعني حتى ما كلفوا على عمرهم يحطون صورة ما فيه ولا صورة ولا رسل بياني على إيمان ولا نقطة بيانية يعني عطني عرفت اللي عطني يا أخي معلومة مثيرة للريبة أو معلومة غريبة تخليني أستثمر معاك باختصار OpenAI كبير إحنا في أوروبا عندنا قوانين مختلفة لازم نحترمها ما نبغى الأمريكان يهيمنون فبالتالي نحتاج أربعين كانوا هم يبغون أربعين مليون دولار أو ستين مليون دولار في السنة الأولى أربعين يبغون يصرفونه في السنة الأولى كانوا يظهروا يجمعون من أربعين إلى ستين مليون لكن حصلوا على مية وثلاثة عش مليون دولار ومن الأشياء الملفتة كانت أن تكلفة تدريب النموذج حقهم في السنة الأولى بس ستة وعشرين مليون دولار من أصل أربعين رح يصرفونها فبالتالي هنا تتضح يعني ليش أهمية علاقة مايكروسوفت مع OpenAI لأن أغلب التكلفة يعني OpenAI عندهم 250 إلى 300 موظف فراتبهم ما هي بمرتفعة كثير لكن أغلب التكلفة رايحة على على الحوسبة وخدمات الحوسبة يعني إنفيديا بس حين نكون وضحين غالبا إنفيديا بعض المعالجات حقتها أو الشبك السحابة حقتهم أو خدمات السحابية المرتبطة كذلك بشركات أخرى ففعلا معك نقطة شراكة مايكروسوفت وOpenAI كانت ذكية جدا بس معذ في نقطة الحق يقال يعني فريقهم الفريق مميز فريق قوي قوي جدي فريق فعلا قوي هذا الشيء الوحيد ليش فعلهم حتى أتوقع العرض كان للنقاش والنقاش أعتقد حمس كثير من المستثمرين مو بس للعرض ولا للعرض يعني زي ما قلت أنت كان ناشف بس كان أيضا في خطة أعمال نشرت سبع صفحات وكانت مقاربة جدا من العرض يعني ف يعني واضح أنه ما في يعني واضح أنه هم عندهم القدرة على بناء نموذج لغوي وقالوا وعطونا فلوس وبنبني نموذج لغوي حتى هم يقولون بعد 12 شهر راح يكون نموذجنا يواجه تشات جي بي تي 3.5 مش أربعة صح وهذا يعني رغم كل الهبة اللي هم أخذوهم من المستثمرين ما يعني وعد ووعد مجنون على الأقل يعني تذكر معاذ سام ألتمن مؤسس أوبن اي آي لما راح الهند هو سوى جولة في عدد من الدول سأل واحد هل ندرب نموذجنا اللغوية الخاصة قال أنا دوري أقول لك ما في أمل تصير زي ودورك أنك تجرب بغض النظر أعتقد يمكن تكلمنا عنها قبل كمان فيبدو أنه في ناس قاعدين يقولون مهما صار في هذا السوق ما نبغى ولا غير الممكن يكون في لاعب واحد فقط يكون الأساس لكل شيء وواضح شهية المستثمرين مستعدين يدعمون لعبين ثانين على طريق سام يمكن قبل فترة أيضا كان في لقاء وقال أن أنا مستغرب من النصائح الغلط أو أنا قاعد أشك في جودة النصائح اللي أنا عطيتها على مدى السنين لمؤسسين الشركات من خلال ويكان يقول أن أنا كنت أقول لهم لا تجمعوا فلوس كثيرة لا تجمع فلوس قبل ما تطلق المنتج اطلق المنتج بناء على ردة فعل الناس خليك قريب من عملائك خليك قريب من المجتمع وما عرف إيش يقول أنا في سويت عكس كل هذه النصائح لدرجة أنه يقول أنا عنده مدونة شخصية ومعروفة وجيدة جدا يقول أفكر أني أشيلها تماما من الإنترنت لأني بدأت تقتنع أنه أغلب لأن كتبت لا يمكن تعميم وغير صحيح 100% وبالإطلاق فبالتالي ويش الفائدة المفروض أن كل شركة لها وضعها الخاص وكل منتج لوضعه الخاص وطبعا هذا يرجعك لفلسفة ستيف جوبز هذه فلسفة ستيف جوبز الأصيلة يعني يقعد أربع سنوات يبني لك الجهاز ولا حد شاف ولا حد درعنا ويقول لك أنا عرف الناس وش يبغون فيعني هذه فلسفة موجودة لكن المدارس السائدة في عالم الشركات الناشئة تبنت هذه المدرسة اللي هي أطلق بسرعة أفشل بسرعة ما عرف إيش فصراحة لطيف أنه اليوم قاعدين نشوف عودة للمدرسة الأكثر كلاسيكية شوي طيب لحظة دقيقة 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 تفضل تفضل عندما قلت المدرسة الأكثر كلاسيكية قصدت أنت كان وديك تقول المدرسة الصحيحة اللي هي مدرسة ستيف جوز بس أنا بقول لك دقيقة أنا شوف معادة أنا ما قلت أكثر أكثر صحية قلت أنا بشكل واضح كل منتج له وضعة وكل يعني شركة شكرا بس أنا هذا اللي بقول لأن اللي سار من تقريب 2010 إلى 2020 أو 2022 كثير من المنتجات كانت أو الشركات الريادية كانت كثير منها مرتبطة بشكل أو بآخر على الجانب الاجتماعي أو يعني كثير شركات تقييم كثير شركات تبني خاصة كمان على التجارة الإلكترونية ولا غيرها وأنا أتصور كثير من هذه التجربة السريعة تميها اللي تبي أجايل ولا غيرها يعني كانت مناسبة لهذه الأشياء بس يعني تيجي تبني صاروخ زي سبيس أكس ما ينفع تجرب كل يوم صاروخ بالبداية وتقول يعني صح ينفجر الصاروخ بس تروصل أربعة متر أقعد لازم تفكر فيه وتبني صاروخ صحيح ولسه ما حتضبط معك من أول مرة زي ما شفنا زي ما شفنا مع الغواصة قبل كم يوم يعني خبر حزين لكن يثبت نظريتك أو كلامك اللي قاعد تقوله فيه أشياء أنا بس أتفق مع الخلاصة حقتك وليس نقطة جميل العودة لطريقة ستيف جوبز اللي هو كل شركة ولها سياقها ولها منتجها المختلف ويجرب بالعكس يعني فيه ناس لسه تقول سام وأوبن آي أطلقوا التشات جي بي تي بدري أبدر أبدر من ما المفروض يسوون يعني هم ترى دربوا نموذجهم بشكل خرافي لما جاء مئة مليون شخص مئتين مليون شخص وجربوا حطوا مدخلات وأخذهم وقت طويل عشان يقولون أوكي ما حنستعلم من الأجوبة اللي أرسلنا لك إياها لأنه صارت فيه بعض الحالات استخدام ملكية الفكرية بشكل غير سليم يعني لسه في حتى جزء من النصايح اللي قالها موجودة إلا على الطالي وش خبار بارد؟ يعني بارد من جوجل صراحة أنا في حركة جديدة متحسن متحسن عبد الله ما أعتقد والله والله ما أعتقد خلني أشرح لك خلني أشرح لك أنا كل مرة من باب يعني اللقافة أو التطفل يعني أو الفضول الفضول الإيجابي خلنسميه كل مرة عندي طلب من جي بي تي أربعة أروح وأنسخ نفس الطلب وحطه عند بارد يعني أقدر أقول لك سبعين في المية من الأوقات تجيني معلومات مختلفة من الاثنين فأنا نحن ما أدري مين المعلومة الصدقية فأروح أتأكد منهم الاثنين مرة ثانية وأبحث ومعرف إيش أكتشف أن مية في المية من الوقت بارد غلط لدرجة أن حتى عمليات يعني حوسبية سهلة وبسيطة زي اليوم الصباح كان عندي قائمتين قائمة ألف وقائمة باء القائمة الألف فيها عدد من الدول وقائمة باء فيها عدد من الدول فرحت عند الاثنين هذولي قلت لهم يا جماعة الخير ما فيني حيلة قد أحطها في إكسل وأطلع الدول المشتركة بين القائمتين فرجاء أنعطني يعني ملخص للدول المشتركة يعني عملية بسيطة جدا هذا المفروض بسيط مقارنة بالنماذج عملية بسيطة جدا تخيل طبعا جي بي تي جابها صح بارد جابها بطريقة وفيها يعني نوع من الثقة العالية جدا يقول لي تفضل يلا هذه الليستة وهذا عدد الدول يقول لي عدد الدول مشتركة 27 و و جي بي تي يقول لي لا 23 قعدت عدها وقعدت سويها ماني ولو دخلت على أكسل و لقد كم سويها لحالك من أول أسرع و في النهاية مو بس طلع أن العد خطأ بل حتى معطيني دول ليست مشتركة ليست مشتركة و ومفترض أنها مشتركة وما في أي مجال للخطأ يعني الدولة هذه ما هي موجودة في القائمة هذه يعني ما في تفسير للخطأ بل حتى إذا بتاخذها نقطة إضافية طبعا الاثنين فشلوا في هذه النقطة في دولة جنوب كوريا مكتوبة كوريا الجنوبية أي كوريا الجنوبية مكتوبة في القائمة الأولى ساوث كوريا وفي القائمة الثانية كوريا ولا واحد فيهم استطاع عندما يستنتج أن ترى هذه نفس الدولة فهذا يذكرني بحديث أحد الأصدقاء الباحثين في مجال الذكاء الصناعي يقول ترى الإجابة القريبة في الكثير من الأحيان غير كافية فإذا أنت ما تقدر يكون فيه اعتماد كلي على هذه النماذج يعني طرنا بهذه النماذج ومدري إيش وكذا بس مين قاعد يراقب فعلا مدى دقتها فإذا ما كان فيه اعتماد أقدر أنا اعتمد إذا أنا براجع وراه يعني خلاص أنا بسويها فمدري أنا صراحة بارد عبد الله ما أدري مش اللي جاب الطاري لكن بارد عندك زعلان أنا زعلان زعلان بارد تعبان يا رجل تعبان تعبان بل حتى أقول لك شيء عن بارد سألت قبل شهر قلت له هل أحتاج فيزا عشان أروح هذه الدولة وسألته بكل يعني رد عليه بكل ثقة لا لا تحتاج فيزا طبعا أنا ما سأل جي بي تي لأنه هو متصل بالإنترنت فما يقدر جاوب طبعا أنا عاجبني معاذ أن تحطت يعني النبرة حقت بارد بكل ثقة يعني جاءني الغرفة بارد وقال لي معاذ لا تحتاج فيزا طيب قالك ما أحتاج قالك ما أحتاج حجزت التكت واليوم الصبح أنا قلت خلني أشيك يا أخي يمكن يكون غلطان ولا أيا يكون والله واشيك عليها وتطلع أن يحتاج فيزا يا ساتر وبش ركنسلت الحجز قبل شوي يا ساتر يا ساتر هل بتاخد تذكرة ثانية ولا في هروب سريع للخياط تقول لا لو سمحت دخلني في الجدول ولا وش وضعك العيد والله يعني أنا سعيد إن هذه مشكلة لا مني ما اضطر أني أقلق يعني تجاهها صراحة أصدقائنا في ريتشي يكلموني يمكن قبل شهر وقالوا بنساعدك وبنفصل لك وبنخيط لك ونضبطك وصراحة يعني الله يعطيهم العافية وصرتني ثياب ممتازة هذا أحدها ف أتمنى في واحد ما جربته للحيط والله تصدق هذا أول هذا هذا الأول ما قد جربتها لسه الصراحة لكن يبدو أنها جيدة فعلى أقل هذه مشكلة واحدة ما رح أضطرني أفكر فيها لكن المشكلة الأكبر أني قاعد أفكر أني أسافر ما زلت لأن توني مكنسل الرحلة قبل أربع ساعات فما أدري وين أروح يمكن أسأل Open AI وين أقدر أروح بدون فيزا طيب عبدالله وش عندك لنا اقتراحات في إجازة العيد معاذ لكس فريدمن قابل مارك أندريسن شريك مؤسس في أندريسن هورويتس أحد صندق المعروفة في رأس مالجري تكلمنا عن حنا مقالته ليش الذكاء الاصطناعي بينقذ العالم فهذه المقابلة مطولة تسمع طبعا هو ما كان يقصد أن بورد رح ينقذ العالم صح؟ يعني قد قد يكون نيتة لكن ما قال بس تسمع وجهة نظره صراحة المطولة على مواضيع مختلفة منها الذكاء الاصطناعي عجبني فيها أنه يرجعون خاصة في البداية يرجعون لنقاط أساسية زي مقارنة أو تأطير مراحل كبيرة في التقنية مثل آخر عشرين سنة ولا خمسة عشر سنة كانت فترة البحث والتطبيقات المبنية على البحث الآن هل هي فترة مختلفة ولا فترة مشابهة فجميل تشوفها من شخص يشوف كثير من الصفقات اللي ما نسمع عنها إلا بعدين وحتى الصفقات اللي يرفضها فكانت كان بودكاست جميل في ملاحظة تعرف بعض الحين معاذ تشوف الكومنتات في اليوتيوب وتشوف شي يعني تحس أنك كنت قاعد مع الشخص هذا اللي كتب الكومنت يا أخي لكس يتكلم مرة بشويش ومارك أندريسين يتكلم مرة بسرعة فأنا حاولت أسرع شوي لأن لكس في البداية قاعد يقدم بعدين يا أخي سار مارك سريع مرة فنزلت تحت أشوف الكومنت واحد كاتب يا أخي ما في تطبيق ذكاستناعي يسرع لكس واحد ربع ويخلي مارك فاصلة خمس سبعين ويعني حسيت أني كأن صديقي العزيز هو اللي كتب هذا الكومنت يعني كانت لحظة غريبة لكن لكن جميلة بس بودكاست جميل أو حلقة جميلة من البودكاست وأنصح به جميل والله شوف أنا عن نفسي أبشطح شوي بالاقتراح حقي في بودكاست اسمه جديد يمكن نزل منه خمس حلقات اسمه يصير خير العبدالله الحسين جميل جميل جدا يا أخي أنا اللي عجبني في البودكاست أنه شوي مختلف عن نمط البودكاستات اللي نحن نعرفها التميل اللي طابع الجدية معلومات وأرقام ويعني قصص وتجارب وأشياء مؤثرة ومعرف إيش هذا العكس تماما سوء أليف أريحية بشكل لدرجة أنه كان في أحد الضيوف معه مساعد الرشيد وهو في نص اللقاء رنجة ووالة تخيلي ندخلين تصوير ما هو حاطة على سايلند رنجة ووالة وشافه قال عادي أرد قال خلاص قال بس بالله يوقف تصوير قال ما عليك بوقف تصوير وسولف مع ولده في البودكاست وطبعا العبدالله يعني من حركاته أنه ما قصها وطلعها زي ما هي وكملوا التصوير يعني كأنه وقال خلاص قصة قال عيب قصة ما عليك يا أخي يعني صراحة هذا البودكاست تقدر تسمعه وأنت في السيارة ما تبغى تفكر وأنت مثلا رايح تتمشى كده على السريع يعني ما ما تبغى تفكر يعني مثلا ما عليش بودكاست فنجان ولا السوق ولا سقراط لازم تركز وتدخل الجو وتعرف شو قاعد يقول وما دري إيش لكن هذا عادي عادي لو تروح يعني خمس دقائق راحت عادي يكمل بس أنك مبسوط وبشكل عام وأن تسمع مبسوط مرتاح معاهم إيه لا لا في أريحية ومتطوق حلقة مساعد جرب خمس شاورمات وفازت شاورمة ما بوحرقها اللي بيروح يشوف الحلقة يشوفها لكن كان تست حقيقي أو اختبار حقيقي لعدد المحلات شاورمة حتى هذا جزء من حبي تعال جرب ونكمل الحلقة قبل ونكمل الحلقة بعد جزء من جزء من السالم طبعا أبد الله أنه إياك أتوقع رح نأخذ إجازة أيضا ما رح نرجع يعني مباشرة بعد العيد بنوقف إن شاء الله ممكن أسبوعين ونرجع بعد العيد بإذن الله وإن شاء الله نرجع تكون المنظومة فيها كم خبر كذا مشجع يعني إن شاء الله بإذن الله كل عام والجميع بخير وإنت بخير معاذ ونشوفكم إن شاء الله في جولاي كويس إن قلت الجميع وبعدين معاذ يعني أو لوياتك واضحة شكرا عبد الله كل عام وجميع بخير وكل عام وأنت بخير ما سعب شكرا لكم وشكرا لفريق السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط وفي الإعداد وسامة المشيقح وفي التحرير عدي عيسى وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بوكاست السوق أحد منتجاهة شركة ثمانية للنشر والتوزين اشتركوا في القناة